أعوذ الله إلى الشيء والرواهيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا فقوم ربكم بالذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعا إنما يوفى الصابرون أجرهم قوم بخير حساب قل إني أمرت أن أعلم أعبد الله لصلى الدين وأمرت لأن أكون أهوة المسر قل إني أرحب قل إني أرحب قل إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أرحب قل إني أرحب فقل إني أرحب وما أرحب قل إني أرحب قل إني أرحب قل إني أرحب وَإِنَّ الْخَاطِرِينَ الَّذِينَ حُدِرُوا أَعْرُوا وَإِنَّ الَّذِينَ حُدِرُوا أَعْرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَى ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَاتُ الْمُبِينَ أَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبَالِ وَإِنَّ تَحْفِهِمْ أَلَى ذَلِكَ يُخُوِكَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي سَتْتَقُونَ أَلَى ذَلِكَ يَتَنَبُوا قَابُوتَ أَنْ يَعْبُدُونَ وَأَلَى ذُولَهُ إِلَهُ اللَّهِ لَهُ الْبُشْرَاتُ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيستبعون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الألباب صدق الله العظيم